إذن وللمزيد من المتابع والتحليل ينضم ولينا عبر الهاتف الدكتور محمد باغى الخبير الاقتصادي بعد التحية الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة العشرين على أهمية التعاون فيما يتعلق بقضايا المناق وأيضا نقل تكنولوجيا المتطورة لمواجهة ذلك برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ طبعا تحقيق ذلك بيكون من خلال التواصل المستمر والفعال ما بين القوة المشاركة مصر مع مجموعة العشرين وبدعوة كريمة من رئيس الوزراء الهندي بتأتي فيه هذا الإطار يعني مصر لها دور إقليمي نشوري مصر تعتبر بوابة لإفريقيا مصر لديها يعني مرونة أكبر في الاقتصاد الخاص بيها فمن الممكن طبعا أن هي تعمل على ملفات عديدة أهمها طبعا زي ما قال التقريب ملف الأمن الغذائي في إفريقيا ومصر ممكن لكلها دور كبير وفاعة فيه وتأمين يعني سلاسل الإنداد والتوريد الخاصة بالغذاء خاصة بعد جائحة كورونا ومعاناته دول العالم من هذا الأمر نتيجة انقطاع هذه السلسلة وما تعانيه أيضا القوة الدولية كلها العالم كله بسبب الحرب الرجالية ويعني سلة الرزاء من القمحة على سبيل الإنسان في هاتين الدولتين برضو قضية المناق قضية مهمة جدا تعاون من أجل حماية الأرض درجة حرارة الأرض ترتفع بشكل غير مصفوق وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى كوارث كبيرة جدا وبالتالي التعاون من أجل الشراكة أو التعاون من أجل حماية الأرض أو التعاون من أجل التبنيا كلها ملفات ورضايا مهمة جدا مصر لها دور فاعل في هذا الأمر وأعتقد أن كانت زيارة ناجحة وتم فيها تباحص عدد كبير من الملفات التي يمكن تهم الشأن الإفريقي بشكل خاص ويمكن طبعا مصر لبقالها دور كبير جدا كونها أحد دول إفريقيا دكتور محمد من هذه الملفات الهم أيضا تم تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل التوظيف وهو الأمر الذي قد تتضاعف أسره الاجتماعية وأيضا الاقتصادية السلبية خصوصا في الدول النامية كيف يمكن مواجهة ذلك خصوصا في الدول النامية والحفاظ على جهود التنمية الحياة فاند الموضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المهمة جدا واللي يمكن بيصوق لها العالم المتقدم بشكل جدير وتخوفي من أننا كدول النامية لا نواكب هذا التقدم وبالتالي نكون مكشوفين بشكل شبه تام أمام العالم المتقدم فبالتالي لابد من مجموعة من الإجراءات الاجتماعية في جهة هذا الأمر هذا الشيء الثاني نقل التكنولوجيا هذا موضوع مهم جدا لابد أنه يكون دائم وحاضر على مائدة المفاوضات أو أي موائد سياسية أو اقتصادية بيتم النقاش فيها لأن هذا موضوع قضية الأهمية نقل التكنولوجيا إلى إفريقيا سيساعد إفريقيا على استثمار ما لديها من موائد دائما قررت إفريقيا بقول عليها أن القرى المظلومة القرى الصمراء التي يمكن أن تكون سيف جزاء العالم التي يمكن أن تمد العالم بمصادر الطاقة المختلفة ولكنها قرى مظلومة جدا بيتم العبس بها سنلاقي أن معظم الدول الإفريقية بتعاني من بطالة بتعاني من فقر بتعاني من صراعات طائفية ونزاعات مختلفة بيمكن الغرب بيقاله دور كبير في إشعالها علشان تفضل دائما هذه الدول تحت السيطرة ومن ثم الأمر يلزمه إتحاد الأمر يلزمه تعاون ما بين دول الاتحاد الرئيسي جميعا حتى يمكن مجابهة كل تلك الأزمات وأعتقد أن هذا كان حاضر بقوة على الأجندة التي طرحتها الدولة المصرية في هديك نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد باغا الخبير الاقتصادية